من عنوى النشرة إلى تفاصيلها والبداية من الشأن السياسي وزيارة السودان إلى الولايات المتحدة أهلا بكم فقد وصف الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية النائب الدكتور أحمد عبدالله الجبوري أبو مازن زيارة رئيس الوزراء محمد شاع السودان إلى أمريكا بأنها زيارة العراق التي أعادت ترتيب العلاقات الثنائية على أسس واضحة من مشتركات المصالح والعلاقات التي توازن بين حاجات العراق وإمكانيات أمريكا وذكر أبو مازن في بيان أن السودان نجح في نقل صورة الحقيقية للعراق في الوقت الحاضر لذلك استمع إلى وجهة نظر أمريكية مختلفة في السياسة والاقتصاد والأمنة ستنقل التعاون إلى مستوى مختلف عن العشرين سنة الماضية ما يستدعي صبر الشركاء ودعمهم لخريطة الطريق التي رسمتها الزيارة أعتبر الجبور متباغة السودان لأوضاع العراقيين في الولايات المتحدة الأمريكية شاهدا إضافيا على مشروعه في طي صفحة السلبيات والخنادق المتقاطعة في طبيعة العلاقة بين الحاكم والشعب ما يحتاج إلى دعم داخلي موازن في إقرار جميع القوانين ذات الصلة المباشرة بحقوق العراقيين المتأخرة في المناطق المحررة وباقي المحافظات وهي مسؤولية الشركاء في اتلاف إدارة الدولة في توديع مرحلة الأصابع على الزناد وردود الأفعال سوب عقلانية الحكمة الضامن لحقوق الجميع